موسيقى موسيقى كيف رحل أليكم فيديو جديد اليوم سوف يكون كلها هضرة سوف تراهوني الفديو كامل وأنا فاضل بلاسة إلا ما تحملوش الهضرة بزاف فلا داعي أنكم تراهوا فيديو الناس اللي بغى تستفيد اليوم سوف نعطيكم أعشرة ديال الأخطاء فهذه ندروهم للفترة ديال الديائت والفترة اللي بغينا ننقصو فيها ممكن أنها تؤدي بصحتنا للخطأ لبعض من هذه النصائح سبقت وطرقت لهم في فيديوهات متفرقة ولكن قررت أن نجمع على الأقل واحد عشرة لأنهم كثير من عشرة لكن قلت على الأقل نجمع واحد عشرة ونحطهم لكم في هذا الفيديو كمسا يكونوا مجموعين تلقاوهم كاملين حتى إذا بغيتوا تنشروا الفيديو ولا تشاركوا مع شي حد كون المعلومات كلها مجموعة في فيديو واحد نمبر وان الخطأ الأول اللي بزاف كنشوفه يعني والناس كتنافسوا فيه يعني كنشوف أنا درت هاد الضايت نقصتني عشرة كيلو أنا درت هاد الضايت ده خمسة كيلو ولكن عشرة كيلو خمسة كيلو فاش خمسة كيلو عشرة كيلو كيقول لك شي مرات نقصناها في أسبوع خمسة كيلو في أسبوع ولا الجميل قاع ولا الخطر هو الفاش كنشوف الناس كتقول لك نقصت كيلو في اليوم كيلو ونصف اليوم هذه راح الموت هذا راح انتحار راح ما اسميتش دايت نهائيا لأنك أولا راح كما نقصيش دهون لتكون في علمك أنك ما نقصيش دهون نقصيك كتلة عضلية بزاف لأنك جوعة راسك نقصتي سوائل من الجسم ديالك لأنه ما كين حتى دايت في العالم صحية ولا لأنه كل شي أنا لا أنصح بأي نوع من دايت دائما نقول لكم نظام غدائي ولكن أي حاجة نظام غدائي تنقصي فيه كتر من كيلو ونصف في الأسبوع كيلو ونصف في الأسبوع فهو دايت خاطئة وتكونوا متقنين أنكم ما نقصوش نهائيا دهون وفقط نقصو كتلة عضلية وإنفوها تحبسو غير تحبسو هذيك دايت وتحبسو ديك الفترة اللي انتو ما فيها كنوا متأكدين أنكم غدترجعوا الوزن كامل إلى ما كانش ضوبل ديال الوزن ولا أضعاف أضعاف ديال هذك الوزن تانيا اللي هي بزاف ديال الناس كيقولوا لي حية الملحة أو سكار يعني حية سكار أوكي مزيان لأنه ممكن أننا نعوض سكار بالسكار طبيعي كينف بزاف ديال الحويج طبيعية لكن الملح كين حويج اللي فيهم الملح طبيعيا ولكن للإنسان يعني البالغ العادي فكيحتاج حتى الجوش قرام ونص ديال الملحة والسوديوم في اليوم يعني صعيب أنك توصلها فقط من الحاجات الطبيعية اللي دا ما كان مقطعوش الملحة يفضل أننا ناخدوه الملح الغير المكرر الملح يعني الملحة مثلا البينك هيمالاين سولت ولا الملح ديال اللي كيقول لك سي سولت ديال الملحة ديال الملحة ديال المحر يعني غير مكررة ما دايزاش في دوك البراسيس بزاف لكن ضروري أننا نقسم الحاجيات ديالنا ديك جوش قرام ونص على ثلاثة الواجبات ديالنا في اليوم كذلك ما نجمعوهمش في وجبة وحدة نقص ديال السوديون كيقدي لبزاف ديال المشاكل صحية الغوذة الضرقية خلال ديالهورمونات الاحتباس دلماء زيادة في السوديون كتتتتأدي الاحتباس دلماء فقذلك النقص في السوديون يؤدي الاحتباس الماء. حال إذا نقص الماء و الملح يكونوا يكيلي بغا في الجسم دينا. ينقص واحد فيهم هو اللي يؤدي الاحتباس دي المياه في الجسم. ثالثا كنحيدوا الكاربوهايدرات ولا كنحيدوا أي مصدر ديال النشويات. يعني أنا كيف قلت لكم ما كنصح بأي ضايت كينين ضايت اللي كنحيدوا منهم نشويات بحل كيتو و بحل شحل من ضايت أخرى. ولكن أنا عمرني ما نصحت حتى واحد بهذا الضايت. سبق ودرت فيديو على الكيتو ولكن لأنه بزاف كانت طالب على كيفاش نديره في الطريقة الصحيحة. لأنه حتوى عنده قواعد دياله. ما يمكنش لك غير جيدة طبقية هكذا. نحيد الكاربز صحي. نو كتتعوض الكاربز حفويش اخرين. ولكن الكاربز ما كيتحيدوش فقط كنحيدو وكن نقص الكاربوهايدرات السريعة أو النشويات السريعة. اللي الجليسيميك ديالها طالع بزاف وكن نعوضوها بالنشويات المعقدة. وللجليسيمي ديالها نقص بزاف. المصدر الأولي للجسم ديالنا من طاقة وهو الكاربوهايدرات. يعني صعيب صعيب أننا نحيدو يعني الكاربوهايدرات بصفة نهائية. لذا تبعوا فقط نظام غذائي باش ما نسترسيوش راسنا. لأنك لا درتيش ديالة اللي قاسحة فترة طويلة كتحسي براسك تسترسيتي. وأبخي كتتحبس كل شيء كتغول عيد. وكترجع كل النظام القديم اللي في كل شيء العادات السيئة. وكتدير بحالة ما درتيواله كيتزايد لك لبوها مرة أخرى إلا ما تزايدش تاني بأضعف. فيما يخص الرياضة كذلك كندير واحد الأخطاء كبيرة في الرياضة اللي هي كنعتمد فقط على الكارديو. ولا كنديروا كارديو مدة طويلة بزاف. يعني كايدنين الناس اللي كيديروا ساعد الكارديو كلها غير جراه ولا كلها غير زومبا ولا أيروبيك ولا أي حاجة كنت عندهم ديال الكارديو. هاد الكارديو ماشي في صالحنا أننا نديروه مدة طويلة لأننا كنتعبوا العضلات. كنخسروا كتلة عضلية إلا كترنا منه يعني ماكسموم اللي نقدر نديروه هو 40 دقيقة. ودروري من تمارين المقاومة كيف كنت لكم دائما في الأول تمارين المقاومة بأوزان خفيفة ولا بأوزان غير بالجسم ديالنا. مع المقدمة كنشوفوا رصنا تقدمنا وقدرنا واحد المستوى اللي أفضل ونقصنا الدهون فكنزيدو كنديرو نخدموه بأوزان شوية أتقل. للتوضيح فقط وليس تنقيص من العدائين ولا أي يعني عداء مسافة طويلة لأننا نعطيكم مثال بهم. بالعكس كنحترمهم ومجهود كبير ومشي ساهل تخدم على الاندورنس. لكن أنا قد نعطي غير مثال ديال الناس اللي كيديروا الاندورنس يعني اللي كيديروا مسافة طويلة للعدائين اللي كيديروا مسافة طويلة. الجسم ديالهم مقارنة بجسم ديال واحد كيدير مسافة قصيرة. يعني الجسم ديال اللي كيدير مسافة طويلة فما كتكونش عنده كتلة عضلية يعني كثيرة. كتكون عنده كيخدم على الاندورنس ولا القوة ديال العضالة. ما كيخدمش على الكتلة العضلية يعني كتكون كبيرة. فالمسافة قصيرة كما غد نحط لكم الأمثلة هنايا. كيكون مسافة قصيرة لكن الجسم دياله كيكون عنده تناسق أكثر وكيكون عنده كتلة عضلية أكثر. كذلك بزاف ديال الأشياء اللي ممكن أنها فعلا تؤدي بصحتنا الخطار واللي من تاشرة بكثرة غد ينشر لدك الشي اللي قدرت نعقل عليه اللي بزاف الناس كيبالية كيديروه. يعني كان الأدوية اللي كتباع يعني يعني في الفاغ ماسي في الفاغا فاغ ماسي على أساس أنها كتحرق دهون هو علميا. الحد الآن العلم ما زال ما توصل حتى ما ده كتمشي مباشرة دهون وكتحرقهم. هذه ما كيناش. نهار تكون غادي نجي غا نقولها لكم. كذلك شي تنحيف. غادي نهضروا على هاد شي تنحيف هذا. شنو كيدير شي تنحيف اللي بزاف ديال الناس ولو يعني كي يخدوه بكثرة وكي يظنوا أنه كي نحف وكي نحف فعلا. ولكن هاد النحافة هادي رهم وراها مشاكل صحية كبيرة من بعد. ممكن أنها تكون آنيميا نقص بزاف ديال الفيتامينات. حيث وشنو كيدير. من نقطة تشربه فهو ما كي خليكش تستفدي من الأكل اللي كليتي. يعني مباشرة كي يجيك إسهال كتمشي لطوالت وكي يستهدف حتى ديك المادة المخاطية اللي كتكون في الأمعاء اللي عندها دور مهم في انتصاص ديال النوتريينتس والعملية ديال الهضم. سو قتمشي لك هاديك ديك المخاط ديال وكيمشي لك النوتريينتس ما استفتحت حاجة وكي لك يشدها سيمانة كاملة وهو كيديرها. فمباشرة غد يتخرج على الجهاز الهاضمي ديالك بزاف ديال ناس ما كيقدروش يسترجعو هاديك المادة المخاطية من بعد وكيبقى عندهم ألم خاطير وانا عرفت بزاف ديال العناصر بحلاك داد اتوقعت ليهم. كيبقى عندك ألم دائم في الجهاز الهاضمي في الأمعاء ديالك زائد انها غتجيك آنيميا كما قلت وغتجيك نقص بزاف ديال الفيتامينات ما إلى ذلك. كذلك واحد الوصفة عجيبة واحدة أخرى للمسخون ولا المدافي ولا هذا معه حامض معصور تشربوا على الريق على أساس يعني رأى ذاك المدافي وسخون شوية رأى فيه ذاك الاسيد ديال الحامض غديمشي بحلاك مباشرة وغيدير لديك الشحمة. ياريت ياريت لو كان كنت بحلاك داك ولكن صدقني هذا شيء غدي ممكن أنه الناس اللي عندهم قرحة ديال معيدة ولا عندهم مشكلة في الجهاز الهضمي ولا في المعدة يزيد يخرج لهم على المعدة ديالهم. فما كيناش هاد القادية علميا ما كين لحامض لا مسخون لا عيسا ولا حتى حاجة فهذا الشي ما كينش. كذلك يعني بزال الحواج اللي كنسمعهم مشروبات الكامون الشمر يعني حبة حلاوة ولا هذا يعني هاد الأشياء كاملة هاد المشروبات ما عندها حتى أساس من الصحة ولا علاقة بالدهون. الدهون غدي نشرح لكم في فيديو آخر كيفاش كتتحرق كيفاش العملية الفيزيائية اللي كتوقع في الجسم باش تحرق المركب ديال الدهون اللي هي يعني غدي نحاب بما أمكن أنا نبسطها لكن صدقوني لا علاقة لها بهذه الأشياء. لذلك اللي كينقصوا على ألف ومائتين يعني هادش اللي التفق عليه العلم كامل أنه ما كينش إنسان بالغ عادي كي كيحتاج قل من ألف ومائتين سعراء في اليوم. الناس اللي كيديروا ستمية سعراء اللي كيديروا تمانمية سعراء واللي كيديروا كيمشي وكيشوفوا ضايت ديال بعض المشاهير وكيقول لك أنا ندير ضايت ديال فلان ولا فلان. هادو كرا كيديروا هم تحت مراقبة كيكون معاه الطبيب وكوتش في الدار وكياخد مكملات يعني هادو كرا عنده ستمية كي ياكلها مثلا غير من الأكل ولكن راه معاه ناس أخرين كيتبعوه كل مرة يعبروه للطنسيون كل مرة يشوفوا ليه سكر في الدم وزائد مكملات ومراقبة. يعني مشي أي حاجة شفناها بليز من سميتوا الانترنت ولا فلان دارها ومشهور دارها نمشي وهتحنايا ونطبقوا نفس الشيء. اللي التفق عليه العلم حد الان الف ومائتين سعراء هي المينموم اللي نقدرو نديرو باش ننقصو. اما البي ام ار والميتابوليزم ديال كل واحد رايك كيختلف. ممكن انك تكون المينموم ديالك هو الف واربعمائة المينموم ديالك هو الف وخمسمائة الف وستمائة يعني كل واحد كيختلف على الاخر. ما الافضل انكم تحسبوه هذه نصيحة موجهة الناس اللي كتبغي تزيد وزن. يعني شفت بزاف ديال الوصفات كذلك الناس اللي بغين يزيدوا وزن وكنشوفهم في اليوتيوب. والله اعتك صحيحتك شي وصفات ماشي عمرين بالسكار. هم غايديرو لك سكار. يعني كنشوف خلطي شوكولات مع اني سليم مع اسل ريلاك مع عافتي واحد الكمية ديال السكريات اللي في هاداك شي. احتوي لو كتديري جنجلان والتمر ولكن كتخلطيهم بالسكار ولدك الحليب المركز. راشفت واحد الخلطة انا تصدمت. بلا ما نحسبها يعني غير هاكذا دارت الكالكيليشن فراسي. غادي ما تكمليش دك السمانة والليلة هادش لا تبعتيها فقط سمانة ما لا تبعتيها مثلا شهر فميك شور كوني متأكدة انك غادي خصيك مشي شوفي الطبيب غادي تزيدي ماشي ما غا تزيديش لانها عمر بسكاريات ولكن غادي تكون عندك عرضة انك تصابي بداء السكار. هادي يعني حاجة مفروغ منها. فبليز دوك الوصفات ديال خلطي هادي مع هادي مع هادي ما عندهمش يعني اي اساس من الصحة انها غادي تزيدي وزن. إلا بغيتي تزيدي وزن بالاكل فقط فممكن انك تديري نظام غدائي فقط متوازن وتزيدي به ولكن راكي غادي تزيدي فقط دهون. يعني النظام الغدائي غادي يزيدك وزن ولكن غادي يزيدك الدهون فقط. لكن إلا رفقته بتمارين مقاومة فغادي تحصل على واحد الجسم اللي متناسق وما غا تخرج لك لا كرش لا بلايس لي ما بغاهمش يخرجوا. يعني نظام غدائي زائد تمرين مقاومة هذا هو الحل الوحيد انك تزيدي في الوزن وتزيدي كتلة عضلية وتحصل على جسم التناسق. أما ذلك الخلطات فليز غير بعدي عليهم. كذلك وحد الخطأ فاضح اللي لحد الآن باقي كيت ترتاكب ودي ما كنعودوا لكم ولكن يعني الناس اللي قدم معي راهم عارفينو وكنشوفكم كتجاوبوا الناس جداد اللي يدخلو فبرافو عليكم والله أنا أفتخر بكم كنين بعض العناصر اللي حفظتهم يعني وفيين من النهار بديتوا كنشوف تعليقاتهم في كل فيديو. درجة انهم إلا غابوا علي واحد يومين ولا ثلثي ايام ما كومنتاش كنقول هدو مازال ما شوفوش فيديو الفيديو ديالي. فبيزو لكم كاملين غادي نحاول أنني يعني هذا بين قوسين غادي نحاول أنني نحط الأسماء يعني اللي كنعقل عليها بزاف واللي اسميتوا. فأنا كيدي الناس اللي متبعين ووفيين ولكن ما كيعلقوش تنسوا متاحية لكم. ولكن اللي كيبانوا لي بزاف غادي نحطهم لكم كاملين هنا. فلعني التمارين ديال واحد المنطقة معينة باش نحيدوا دهون ديال ديال ديك المنطقة. يعني بزاف كنشوف بغيت نحيد أختي الدراع بغيت نحيد الكرش بغيت نحيد هذا ديالنا تمارين ديال الأرداف باش نحيدوا الأرداف. رأي الناس كي ديروا تمارين ديال الأرداف ولي تمارين دراع باش يزيدوا الدراع باش يزيدوا الأرداف. ماشي باش نقصوهم. مني كنديروا التمرين ديال واحد المنطقة معينة فاحنا كنخدموا العضلة ديال 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 المنطقة. وكنكبروها. يعني إلا بغيت تكبريها وتشديها. يعني إلا كانت فيها ارتخاء فممكن أنك تشدي ديال ديال المنطقة بتمارين المقاومة. ولكن غادي غادي تزاد. كتلة عضلية غادي تزاد لك ضروري في ديال المنطقة. لكن باش تقول لي نحيد دهون من ديال منطقة بتمارين معينة. فسوري ما كيناش. كانت هذه هي العشرة ديال الأخطاء الشائعة اللي كينة ومتداولة بزاف. وهدي عشرة نصائح أو أخطاء يعني اللي ممكن أنني نسميها. نتمنى أنكم تنشروا هاد الفيديو على أوسع نطاق باش الكل يستفيد. وشكرا لكم للمشاهدة ديالكم ديال هاد الفيديو. بيزولكم كاملين ونشوفكم في الفيديو الماجئة.